أكد رئيس عبدالفتح السيسي أن قمة المنامة تعقد في ظرف تاريخي دقيق يفرد على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين أولهما مصار السلام والاستقرار والأمل وتاني مصار الفوضى والدمار جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الجماعة العربية على مستوى القادة حيث شدد الرئيس السيسي على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الاسرائيلية على قطع غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجوعه وترويعه تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الاسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مصارين مصار السلام والاستقرار والأمل أو مصار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قصرياً واستطان أراضيهم واستعجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية